اشتركوا في القناة نسخة الار اس نحك عن السيارة بالتفصيل ناخدكم بجولة عليها وان شاء الله قريبا رح يكون لنا تجربة للسيارة انتظرونا التصميم الخارجي لهذه السيارة الرياضية الالمانية عالية الاداء تضمن حصولها على جناح امامي جديد ومصابيح جديدة وغطاء امامي يحتوي على فتحتين للتهوية وحصلت السيارة كذلك من الخلف على مصابيح جديدة فيما زودت باطارات خفيفة الوزن من قياس 20 انش في الامام و21 انش في الخلف وحصلت المقصورة على مقاعد سباق رياضية ولمسات من الكربون فايبر ومقود مكسو بقماش الكنتارة فيما عمل الصنع الالماني على توفير بطانات مميزة لأبواب السيارة وركزت بورش على تخفيض وزن هذه النسخة من طراز 9-11 فزودتها بزجاج نوافذ خفيف في الوزن هذا بالاضافة لغيرها من التحسينات ليبلغ وزن سيارة بورش 9-11 GT3 RS 2019 الجديدة 1430 كيلو جرام ميكانيكيا تعتمد السيارة على محرك ب6 استوانات واسعة 4 لترات تلقائي التزود بالهواء ويولد قوة 520 حصان ويتصل به صندوق تروس من نوع PDK من 7 سرعات ومع هذا المحرك تتسارع السيارة من الصفر الى 100 كيلو متر في الساعة في 3.2 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 312 كيلو متر في الساعة وسيبدأ سعر سيارة بورش 9-11 GT3 RS 2019 من قرابة 240 ألف دولار أمريكي أي ما يزيد على 900 ألف ريال سعودي وستتوافر للبيع شهر إبريل القادم إن شاء الله لا تنسى عزيز المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للإطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي ترجمة نانسي قنقر